تنمية البشرية العالمية لكل إنسان ذلك الحق الذي يكفل له تذوق عوائد التنمية الشاملة حقه في العيش الآمين والرغيد حقه في التعليم حقه في المساواة وعدم التمييز هي جزء من كل تلك الحقوق التي أتى على ذكرها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2016 الذي حمل شعار التنمية البشرية للجميع والذي أوكل إلى نفسه مهمة الوقوف على عديد النقاط التي لم تراوح دائرة محيط الإنسان كأساس ثابت ترتكز عليه المجتمعات أعتقد أن أهم الأمور التي ركز عليها هذا التقرير أن التنمية البشرية من الواجب أن تشمل كل شخص في هذا العالم ومن خلال متابعتنا لهذا الموضوع طيلة ما يزيد على 25 سنة تبين أن العالم يفرز لنا أحداثا وتطورات جديدة ومن الواجب التعامل معها بحرفية تضمن لنا حق الإنسان بالعيش الرغيد تقرير تحدث عن 25 عام بالتنمية البشرية من 1090 إلى 2015 وقد أوضح التقرير أن هناك تفاوت في التنمية على مستوى الدول وأيضا أوضح أن التركيز فقط على التنمية الاقتصادية لن يحقق الرفاهية للشعوب وإنما يجب أن تركيز على التعليم والصحة والعدالة الخروج بمثل هذا التقرير النوعي الذي غذته الأرقام بشكل موسع واحتوت أوراقه على جملة من الحقائق والأدلة كان بحاجة إلى معايير علمية مدروسة شاملة وموضوعية لا أمت تضاريس الأحداث التي تفرزها الأيام والسنون لتؤثر بشكل مباشر على حياته كل إنسان أتعبته الظروف التي أحاطت به ولازالت ترافقه تخديم البيانات من منظمات الإحصاء في الدول إلى الأمم المتحدة وتقوم الأمم المتحدة بعمل هذا التحليل وكانت لأول مرة عمل مقارنة ما بين 1090 عند إصدار أول تقرير و2015 وتم عند عمل هذه المقارنات توضيح التقدم الذي حصل في التنمية البشرية في دول العالم جميعاً وتم رصد هذا التقدم ويوجد خرائط أو توضيح لهذا الرصد كيف تحقق وتشاهد فعلاً أن الأرقام التي تتحدث عن البحرين في ارتفاع متواصل من عام 1990 إلى عام 2015 تقرير التنمية البشرية هذا وقف على دراسة أهم مقومات العيش النموذجية في كل دولة على حدة وفي مقام البحرين تحديداً أظهرت المؤشرات تنوع أبرز المجالات التي تداريها المملكة وتسعى جاهدة على الارتقاء بها بشكل أسهم في احتلال أرض الخلود للمرتبة السابعة والأربعين من بين 188 دولة من جميع أنحاء الكوكب تبرع في مراعاة أعلى مواصفات التنمية المستدامة تميزت مملكة البحرين في ثلاث جوانب أساسية الأول يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع هذا كان المجلس العلال للمرأة دور بارز في هذا المجال حتى تبوأت مملكة البحرين مراكز متغدمة الأمر الآخر هو موضوع التعليم التعليم تميزت به مملكة البحرين واهتمت الحكومة الرشيدة بالارتقاء وتطوير مخرجات التعليم من بحرين الأمر الثالث والأخير هو موضوع دعم الشباب دعم الشباب أمر في غاية الأهمية إذا ما نظرنا إليه من منظور تنمية الاقتصادية صحيح تنمية الاقتصادية مهمة ولكن الأهم من ذلك هي التنمية الاقتصادية المستدامة توصيات منطقية تضمنها التقرير دعت إلى الحاجة الملحة في إعادة توجيه السياسات والخطط الاستراتيجية الدولية لضمان إحراز التقدم المستمر على قطاع التنمية البشرية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر